بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه اجمعين اهلا بكم في قناة ابناء البترول والسانس وهي القناة مهتمة بجميع اخبار ومجلات وشركات البترول والوظافة الخاصة بمجال البترول وكيفية التقديم لها ان شاء الله النهاردة ما دو حلقتنا عن كيفية تقديم وظافة شركة المنصوري لخدمات البترولية اول حاجة بنكتب في السيرش اسم الشركة وهو المنصوري والسيرفس وبعد ذلك تضع لنا او نتيجة من نتائج البحث وهو الموقع الرسمي الخاص بالشركة الوظ المنصوري او www.elmansoori.biz هندغط على اللينك بتاع الشركة طبعا دي بعض المعلومات اا او الديتا الخاصة بالشركة فاحنا طبعا كل اهمنا ان احنا القسم بتاع او الوظافة فنضغط على كلمة بعدين بيدخل لنا على الصفحة الخاصة بالجوبز او الوظافة الخاصة بشركة المنصوري طبعا 271 حاليا اا متاحين في الشركة بتبدأ طبعا تنزل بتشوف بقى هنا مثلا اللي انت عاوز تبحس عنه بقول حاجة ده اسم البوزيشن او اسم الوظيفة اللي انت عاوز تقدم عليها ده الكود بتاع الوظيفة اسم الشركة وبعدين البلد المتاح فيها الوظيفة ده يعني ده متاح في دولة ايه الامارات مضاح في دولة امارات متاح في دولة السعودية وهكذا بتبدأ تعرف الوظيفة ده او مطلوبة في اي بلد. فأريدي انت تبدأ تنزل تتصفح بين الوظائف دي وتشوف الوظيفة المناسبة او المتاحة الخاصة بيك. فوليكم مثلا في هنا تمام الكود بتاعه وهنا في منطقة في دولة السعودية. فنضغط على فيه طبعا عندنا كتير سواء محتاجين في السعودية ومحتاجين في العراق ومحتاجين في قطر وهكذا وفي الامارات. فده اكتر مناسب لكل مش مش محتاج مثلا اللي هو شهادة معينة او مش محتاج لفل معين من طبعا فأريدي اي حد ممكن يقدم على الوظيفة دي. ودبلوم صناع بعد كلية معهد وهكذا. فطبعا هنا مش مش جايب اي حاجة عن الخاصة بالشركة دي. فأريدي اي حد ممكن يقدم عليها. فبتتغل هنا طبعا ابلاي ناو. طبعا هنا ده عدد يعني عدد ده في العراق محتاجين كم محتاجين هنا واحد. طيب بعدين هنا الايميل او تسجيل الايميل الخاص بك. بتبدأ تكتب بقى الايميل اللي انت هتسجل بيه في الشركة. كل واحد بيكتب الايميل الخاص بي. تمام? بعد ما بتكتب الايميل بتروح تكتب بعدين الباسورد اللي انت عاوز تقدم بيه. بعد ما بتكتب الباسورد بتعيد كتابته مرة اه تانية. بعدين بتضغط انتر عشان ياخدر عشان تروح للليفل اللي بعده او اللي هو الصفحة اللي بعدها اللي هي اليون او المعلومات الخاصة بيك. اول حاجة اللي هو يعني انت بتبدأ تعمل للسي في الخاص بيك. فبتضغط عليها. بعدين بيروح اه على الجهاز الكمبيوتر. فانت بتشوف بتاعك متواجد فين طبعا في الجهاز. هل هو على الديسك توب ولا في فولدر معين ولا في الديولودز ولا في الكمبيوتر نفسه. اه تمام? فانت بتشوف بتاعك فين وبتحدده كده. وبعدين بتضغط على اوبن. تمام? بعد ما اه السي في هيبدأ ينزل طبعا يتحمل او يتعمله على الموقع. اه بعدين بيطلب مننا بعض. زي مثلا بتبدأ تنزل صورة اه خاص بتاعك. اه سي مثلا انا هنزل الصورة دي. طبعا اه كل واحد بينزل الصورة الخاصة بيه. اه يعني انت اه قدمت على البوزيشن ده في اي يوم او اليوم اللي انت قدمت بيه على البوزيشن او الوظيفة دية. فبنلغت هنا وبنختار اليوم. اه بعدين بيبدأ بعدين طبعا هنعمل سيف للصورة. بعدين بقى اه نيم شود بي از فير باسبورت. يعني هنا اه لازم الاسم اللي انت هتكتبه هنا يكون زي اللي في الباسبورت بالزبط. اه زي اللي هو الاسم اللي في الباسبورت بالزبط. الاسم الاول واسم الاخير. اوليكم هنا مسلا احمد. انت بتكتب الاسم اللي في الباسبورت. اه ده الاسم الاول وده الاسم الاخير زي ما هو مكتوب في الباسبورت بالزبط. طبعا هنا الاسم اللي في النص. اه طبعا طبعا معمولة عليها علامة حمرة فممكن تكتب وممكن ما تكتبش اي ان كان بعدين هنا او الجنس بقى بتبدأ تختار انت ميل سواء ميل هيختار ميل او لو في ميل هتختار في ميل بعدين يعني تاريخ الميلاد بتبدأ تحدد تاريخ الميلاد بتاعك انت موليد سنة كم بتختار السنة اي ان كانت مسلا شهر كم يوم كم وهكذا بعدين العمر بتاعك انت عندك كم سنة عشرة عندك سوري تمانتاشر عشرين خمسة عشرين وهكذا فبتبدأ تختار الريليجن بقى الديانة بتاعتك بتختار الديانة اي طبعا المسلم هنختار هختار مسلم كا لو مسيح هتختار كريستيا تمام مسلم بعدين النشناليتي الجنسية بتختار الجنسية بتاعتك النشناليتي بتاعتك وليكن مسلا ايجيبت انا مصري فاختار ايجيبشيا بعدين الحالة الاجتماعية سواء سنجل ولا ماليد ولا ستختار انت سواء كنت اعزب ولا متزوج وهكذا ان رقم الموبايل بتبدأ تكتب رقم الموبايل الخاص بك طبعا انا بكتب اي رقم برضو عاش تكتب فون اخر بتكتب الستويت ادرس بتكتب العنوان الخاص بك بتكتب الشارع الخاص بك بعدين السيتي المحافظة اللي انت او المدينة اللي انت متواجد فيها الكنترو بتختار الدولة وليكن مسلا ايجيبت برضو بعدين الفوستر كود او الرقم البريدي بتكتب الرقم البريدي الخاص بالمحافظة او المدينة بتاعتك الهوم كانتري فون نمبر بتكتب برضو الفون نمبر بعدين الهوم كانتري ادرس والهوم كانتري سيتي بتبدأ تكتب العنوان الخاص بالهوم كانتري تمام اه سي مسلا بتكتب العنوان بتاعك بقى كامل وبعدين الهوم اه كارنت الهوم كانتري سيتي تكتب السيتي المتواجد فيها هنا دي المكان اللي او المكان اللي انت متواجد فيه حاليا ودول اللي هما الوطن الاصلي بتاعك او اللي انت اصلا تولدت فيه بعدين بتختار الهوم كانتري او الدولة الاساس اللي انت منها تمام ايجيبت برضو بعدين الهوم ايربورت ديستينيشن المطار الاساسي بتاعك او اللي انت بتحرك منه تمام هل اسوان ايجيبت ولا اه كايرو ايجيبت اختار طبعا اه الاقرب ليك بعدين الايميل ادرس اه الشخصي خاص بيك تمام بتكتب الايميل بتاعك تمام لو عايز ايميل ادرس خاص بالكامل اللي انت شغل فيها تكتبه او كي مش معي خلاص برضو اه برضو اه هل انت معاك اه تمام اللي هو الرخصة ولا مش معاك تمام اه يعني هل انت مسموح لك تشتغل اه في الدولة اه اللي اللي فيها الشركة فقط ولا مسموح لك تشتغل في الدولة اه في اي شركة في الشركة اللي انت فيها فقط ولا في اي شركة ولا في اي مكان دبعا انت بتحدد تشغل في اي حاجة بالضبط. بعدين بتختار عدد سنين الخبرة الخاصة بك هل من سنة لسنتين ولا عشر سنين ولا وهكذا. تبدأ تحدد. بعدين اخر مرحلة تعليمية وصلت لها في الهندسة فانت بتختار على حسب الدرجة اللي عمله وصلت لها. بعدين هنا بتكتب التخصص اللي انت فيه. يعني مسلا انت الكلية بتاعتها كنت التخصص ايه فبتقدأ تكتب التخصص بتاعك هنا. طبعا انا بكتب اي حاجة بس عشان يردأ ياخدنا للخطوة او المرحلة اللي بعد كده. بعدين برضو بتبدأ بتكتب بتاعتك تبدأ تكتب هنا برضو اه انت بقى الراتب المتوقع انت بتتوقع الراتب اللي تاخده كان في الشركة تبدأ تكتب مسلا على حسب اه التوقع بتاعك. بعدين بتكتب رقم جواز السفر الخاص بك. تمام? ايا كان رقم جواز السفر بتبدأ تكتبه هنا. اه فيه عندنا برضو اللي هي الدولة اللي انت عملت فيها بتاعك بتضغط هنا وبتختار الدولة. بعدين التاريخ اللي بدأ اللي عملت فيه اه او اول تاريخ انت اول تاريخ اللي بدأ به وهنا يعني التاريخ اللي بينتهي به اه الباسبور بتاعك. رقم جواز السفر. دي بقى انت بقى عايز تكملها الزوج او الزوجة بقى عايز تكتب التفاصيل بتاعتهم او ايش رقم او او ailוالدين. البادر زفر نام وبعدين الفادر زفر نام. اه اسم الامة بالكامل بتبدأ تكتب اسم الامة بالكامل تمام? اه بعدين اه اسم الاب بالكامل برضو بتبدأ تكتب اسم الاب بالكامل. اه بعدين الكمني اه اه اת يعني هل انت لك اقارب اه شغالين في الشركة دي فهنا بتكتب اسم يعني لو كان في حد من اقاربك شغال في الشركة بتكتب اسمه ودرجة القرابة اللي بينك وبينه او العلاقة اللي بينك وبينه بتكتب وبعدين القسم اللي شغال فيه طبعا هنا بيقول لك لو ما فيش بتكتفي من انت تكتب فقط تمام فاحنا لو ما فيش حد هتكتب نو بعدين هنا how did you hear about us يعني انت استمعت عن او عرفت الوظائف الخاصة في المنصورة دي من فين طبعا من المنصوري كالير ويبسايت referred by طبعا اكتب none بعدين الحالة الصحية بتبدأ تكتب بها do you suffer from any or had any of the following بتبدأ بتشوف انت الحالة الصحية بتاعتك دي كلها دي امراض طبعا لو في حاجة فيهم لو في مرض منهم عندك هتختار yes لو ما فيش هتختار no طبعا ان شاء الله ما يكونش فانا اختار كله no هتشوف لو في اي مرض في دول عندك هتختار yes طبعا ما فيش بتختار no بعد ما ملحوظ بيقولك ان انت هتتكلف بكل او هتتحمل كل مصاريف الكشف الطبي لو اكتشف ان انت اديت معلومة هنا غلط يعني مثلا مرض الديابيتس او السكر السكري او انت مدخن مثلا لو اديت اي معلومة غلط هنا بتبدأ انت تتكلف كل التكاليف دية او بتتحمل المصاريف بعدين بقى بتبدأ هنا قبله دي اريزيمية خلاص انت حملت اريزيمية بتاعك او السيفي بتاعك بعدين بقى لو عايز تديف مثلا اي مرفقات او اي حاجات شهادات مثلا اي حاجة خاصة بك او شهادات خبرة او شهادات كلية كورسات اي حاجة عزتديف هاتديف هنا اي حاجة هتضعوا في او هتعملوا في الموقع اه اه دي هنا دي صور اللي انت لو انت عايز تضيف مسلا وكزا بعدين بتضغط كده اه هنا بتضغط بقى بتاعك الخاص بك يعني الخبرة بقى هنا بتبطيب الانوان او اللي انت كنت شغال عليه ولكن مسلا هنكتب نفس اللي احنا كنا اللي احنا مقدمين عليه ولكن اللي هو بعدين هتبدأ تكتب اسم الشركة اللي انت كنت شغال على نفس ده هو هو تكتب اي اسم اي شركة مسلا ولكن بعدين ديت فروم يعني انت بدأت في البوزيشن ده من شهر شهر كام سنة كام وانتهيت من البوزيشن ده شهر سنة كام تمام يبقى هنا سوري سي مسلا الفين واحد واشرين فانها بتكتب ايه انت بدأت في الوظيفة دي تمام من يوم كام من شهر كام سنة كام من شهر وسنة كام لغاية شهر سنة سوريت ادرس بقى اللي عنوان ما تبدأ تكتب العنوان تمام وبعدين السيتي المدينة اللي كانت فيها البوزيشن ما تبدأ تكتب المدينة الدولة بتختار الدولة اللي كانت فيها البوزيشن او الوظيفة دي فهتختار سي مسلا ايجيبت بعدين ريزون فور ليفنج يعني ايه السبب اللي انت سبت الشركة دي او اللي انت اللي عايز تسيب الشركة دي او البوزيشن ده عايز ليه تسيبه بقى هنا بقى اللي هو ترميناتد تمام وهكذا بتبدأ تختار اي حاجة فيهم يعني انت استقلت ولا اترفتت ولا حصلت تراجيات او اي ان كان السبب انت بتبدأ تختار من دول وبتبدأ تكتب هنا واصف الوصف التكليبشن يعني الي هو اخر راتب انت اخر سلال اللي وصلت له فبتبدأ تكتبه هنا وبعدين بتبدأ تكتب الوصف الخاص بالوصف اللي انت كنت فيه ده وكنت بتعمليه بعدين بتبدأ برضو تضيف التعليم بتاعك انت خدت لاخر مرحلة تعليمية وصلت لها بتبقى من يوم كام من شهر كام تمام سنة كام بتبدأ تحدد سنة كام مثلا انت خلصت انت بدأت من سنة كام لغاية سنة كام تمام بعدين بتبدأ تكتب اسم المدرسة او اللي هو اخر حاجة اللي انت وصلت لها او اللي انت خدت منها الشهادة بتكتب هنا اسم المدرسة او الكلية اخدته من المدرسة الصناعة مثلا صنوعية او الشهادة اخدتها من الكلية فتكتب الكلية او الشهادة دي وبعدين بتختار بقى اللي هنا الدجري او الدبلوما هل هي باشر دجري ولا هاي سكول ولا ماستر ولا هكذا تبتأ تختار طيب انت هنا الكورس هل انت معك كورسات بيقولك اضغط او اكتب ان ايه لو مافيش والكونتري برضو بتحدد اه الكونتري بتحدد اي دولة طبعا ولا يكن مثلا ايجيبت بعدين المدينة بتكتب المدينة ويكن كايرو طيب بعدين بعد ما خلصنا الانفورميشن دي بنضغط على السهم ده اشتركوا في القناة تمام احنا كنا نسينا كنسينا ما نعمل عشان كده ما كانش رادي اه يروح للمرحلة اللي بعد كده بعدين المراجعة لو عايز تديف بتدوس لو عندك بتديف برضو لو مافيش حاجة من دول بتضغط على علامة السهم بس هنا بيقولك لازم يعني اي شخص مثلا شركة تتوصل معا مثلا شخص مدير كان معاك في الشركة اللي انت كنت تشغال فيها قبل ما انت هتروح لشركة تانية اي شركة كنت تشغال فيها المدير مثلا اسم ادارة اه مهندس كان معاك اي حد مسلا بتكتب اسم الريفرنس بقى هنا بعدين بتكتب الايميل بتاعه ماشي اي حاجة طبعا انا بكتب اي بينات بس عشان ايه يكمل معاك عملية رقم التليفون الخاص بي ويجزف نون يعني عدد السنين اللي انت اشتغلت فيها مع الشخص ده او عدد السنين اللي انت كنت متعرف فيها على الشخص ده او اشتغلت فيها معاه وبعدين بتضغط هنا على سيف بتضغط على علامة السهم ده وبكده بقى احنا خلصنا كل حاجة خاصة في الابليكيشن اولاين مش نقص في الغرف الاخر خالص هنمدي اه على اه اللي هو تمام اه بعدين تبدأ تختار برضو تبدأ